بسم الله الرحمن الرحيم انا عندي خيارات عديدة اعوض بها الاسنان المفقودة للبيشنت بعد ما يفقد اسنانه واحدة من هذه الابشينات الابشن حلو جدا اقدر اعوض بي اي نقص وظيفيا او يعني جماليا عندي البيشنت و بنفس الوقت انا راح ارجع للثقة للمريض بنفسه اذا اريد انضيف التعريف بسيط للميدي الدنتر اقدر اقول عليه هو اي دنتل بروسيسسس اي دنتل بروسيسسس سواء كانت بارشيل او كمبليت اسويها انا اجهزها حتى اسوي لها انسيرشن بعد ما الانسان يفقد الاسنان جزء او كل الاسنان اللي عنده فهذا الدنتر اكون انا مجهزته سابقا قبل ما تنقلع الاسنان اللي عنده المريض ومباشرة بيوم السيرجر بيوم القلع راح البسه الدنتر هذا لذلك اجدت عليه تسمية اميديت او المباشر ومثل ما قلنا ممكن يكون هذا دنتر يعوض لي سن واحد ممكن يعوض من سن الى كل الاسنان بالفك وممكن حتى فكين ابرو لور بنفس الوقت انديكيشن شو كت عاني اقدر اسوي وشن الحالات اللي تنفعها انه اسوي لها الميديا دنتر طبعا لازم يكون اختياري للمريض بعناية مو اي واحد عاني اسوي الميديا دنتر لازم يكون من ادوكيتد بيشن الخصوصا اللي نسميهم دايلي سوشيال اكتف بيرسن مثلا عندنا الاطباء المحامين المعلمين اي واحد يتكلم ببليكلي الاسنان اللي باقيه هو بلس تيث ماكو بيها اي امل انه انا اسوي لها رستوريشن البيشن لازم الهيلث مالته الجنرال تكون ستيبل يعني يتحمل لسيرجيري ما عنده اي كونتر لسيرجيري والبيشنت مالتك لازمي يعني خلي بالبال انه راح يصير عنده اديشنال فيزيت على البيزيت سمات الكمبيت او مالت الدنتر بالصورة عامة اضافة الى اديشنال افضل بيشنت اختار او اسويه هو راح يكون عنده وعي بالخطوات اللي اني اسويها وانه هذا الحل هو افضل حتى اني اسوي للاسنان ماته للفنكشن وراح يكون متفهم انه بحالته هذي هو الحالة الوحيدة او الشي الوحيد اللي راح ينفعل كونتر انديكيشن اشوكت عاني ما اقدر اسوي الاميديا الدنتر اشوكت راح يكون هو مو تشويس اوف تريتمت اول شي واهم شي البيشنت اللي هما كونتر انديكيشن للسيرجيري يعني عندهم بور جنرال ما يقدر ما نقدر نسوي لهم البيشنت اللي مزعج اللي ايه بالشغل الاندفرنت فهذولا انا ما اسوي لهم ما اتعب نفسي وياهم اصلا البيشنتي هو اترسك اوف بكتيريمية حاطلا ما يصير عند الامفكشن اللي هو الناس اللي عندهم هستري بوست اكستركشن هيموراج اللي عندهم اكيوت بريابيكال موجود بالبون صار دستركتب بون لوس البيشنت اللي هو مداير بال اللي يقول لك صوات اقلع لي اسناني واضلاني ادنتلس لاني صر عندي يعني ما عنده اي مانع فاذا تشوفونها اغلب الاميديا دنتر هي مو يعني بحث ذاتها اكثر ما تكونها للسيرجيري او للحالة الصحية للبيشنت الادvantages للاميديا دنتر رح ينطيني فوائد كلش حلوة اول شي احافظ على البيشنت شكل البيشنت رح يضل مثل ما هو ما رح تصير عندي دائم اسنانه موجودة على طول ثالي شي احافظ على البيشنت للمسل احافظ على البيشنت ما رح يتغير عندي اثناء فترة الهيرنج بريد احافظ على الوكلوجن ماتة البيشنت كلها احافظ عليها الفيشيال هايت ما رح يصير عندي الفيشيال هايت اقل من باقي البارتس ماتة الفيس التانج رح احافظ عليها نفس حجمة ما رح يكبر او يصير سبريد نتيجة لفقدان الاسنان زين بالنسبة للباين الباين الباين بعد ما يقل على الاسنان ماتة يكون اقل لانه مكان الاكستركشن يكون مغطى ومحمي بالتام بالكامل يعني احتمالية انه ينطخ بقطعة اكل او او بلسان البيشنت تكون قليلة جدا وبعض الباحثين قالوا انه الميدي الدنتر يقلل الريسجور لكن هذه ما مثبتها لحد الان بعدين انت لما عندك اثنان موجودة بعده بالباينت ماث يعني خطوات الدنتر ماتتك وانت دا تشتغل بالفابريكيشن اكو عندك فد نتشرال تيث موجودة تقدر تعتمد عليها تاخذ من عندها اللون تسوي نفس اللون بعدين تخلي بدا نشر ما البيشنت الشيب والسايز ماتة الاسنان نفسها راح يعني تحافظ عليها الويدث الفورمات الارج الارانجمنت مات الاسنان كلها راح تحافظ عليها يعني راح يسوي دوبليكيشن المكان هذي الاسنان بالضبط ما راح تكون راح تكون بالدنتر ماتتك نفس البوزيشن ونفس السايز بالتالي الادابتيشن مات البيشنت عليها راح يكون افضل تطبع البيشنت على الدنتر راح يكون اسهل بالتالي من نهاية الفترة العلاجية لما انت تجي لسوي للمريضماتك ماتتك راح ميكون عنده فترة غريب راح يكون متعود انه يلبس دنتر دائما فبعدين الادابتيشن الى الالدفينياتي بروسيسيز تكون اسهل اضافة الى انه الحالة النفسية اللي المريضماتك راح تحافظ عليها يطلع من عيادتك لابس اسنان المقابل الناس اللي يعرفونه يتعامل بيهم ما راح يحسون انه عنده فقدان اسنان يبقى الابيرانس ماتة نفسه فيقدر انه يمارس حياته الطبيعية يطلع ياكل يسالف ويا العالم بصورة طبيعية جدا احد يسأني وهذا الدنتر ماتة سيكون واو وكلش كامل وبرفكت ما بيدسادفانتجز لا طبعا بيدسادفانتجز راح ينواجهه بيدسادفانتجز اكثر من الكونفينشنال لانه عندي اسنان موجودة واني هذه الاسنان مو اريدها تكون موجودة يعني كاست ماتة لي اسنان لكناني الكاست هذا المفروض اتسوي الاسنان ماتة المفروض اني شايلة من عند الاسنان فهذا راح يعقد لي الشغل ماتي بالمعمل اضافة الى انه المجزيلا مانديبال الريلاشنشيب من البايشنت راح شوي اواجه صعوبة بيها اول وراح اواجهها واهم واحدة هو انه خطوة لتراي ان بالكمبيت دنتر انا راح اساويها اسكيب يعني راح اجي الابسة الدنتر ماتي واني ما اعرف الريزولت شنان راح يكون المستقبل شن اللي راح يكون عندي بعدين انه لانه هذي البروسيجر ماتي راح احتاج مور تشير تايم بالشغل ماتي بعدين راح احتاج بها الريلانينج والتكلفة راح تزيد عندي فمو اي بايشنت راح يقدر يتحمل ويايا هذا هذا الشي زيان لما يكون المريض عنده ميكس دنتشن عنده الانتيريار اللي اكو اسنان زيان عادة وباغلب الحالات راح تكون عنده اندركات موجودة صعب علي ان اخذ الطبعة ماتي المريض وهم ماتين اذا كانت الاندركات باستيريارلي فتكون صعب علي انه اسجلها بدقة اني الاندركات احتاجها بالريتنشن ماتي الدنشار وممكن اذا اني ما سجلتها بصورة صحيحة ممكن تأثر على الانسيرشن ماتي الدنشار فوجود الاسنان يصعب علي انه اخذ الامبرشن اوضح مكانات وكمية حجم الاندركات اللي موجودة لو اجي اشوف الاسنان الباقية عند المريض العدد الاسنان راح ألقاها مو مكان موجودة بمكان واحد لا تكون منتشرة ناس انتيريارلي ناس بوستيريارلي فالمكانات مالاتها ممكن ما تنطيني ممكن ما اقدر اعتمد عليها انه اخذ جوريليشن مضبوطة او مضبوطة وما اقدر اطلع من عده فبهاي الحالة لازم اقعداني اضبط اشيلها من عده واحانا حتى اضطر اقلعلي سن او سنيا قبل ما باقلع الباقيات يعني مجرد ارتب بهم اللي كل شيء يقول يعي يقولي اشيلها من البداية هذي حتى اقدر اضبط جوريليشن اجهز على اساسها مضبوط وبعدين اسوي والانسيرشن للبيشن واعدنا وهي تقريبا مو دائمية مؤقتة انه راح يصير عنده طريقة لفظة لبعض الحروف مخارج الحروف راح تتغير عندي لكن هذا الشيء مؤقت تمبراري شوية شوية ويا الاستعمال راح يصير عنده ادابتيشن علي زيان الاميديات دنشر عندي انواع كثيرة اقدر اصنفها على هو اسس اذا اردت اصنفها انا على نوع الخطة العلاجية مؤقتة فممكن اقول انا عندي نوعين كونفنشنال او كلاسيك الاميديات دنشر و انترن او ترانزيشنال او نن ترادشنال اميديات دنشر بالنسبة الكمونفنشنال هذا هو نوع ميديا دنشر انا اسوي للمريض اجهزه قبل ما اقلع الاسنان واسوي الانسيرشن بيوم السير جاري بعد ما اقلع الاسنان كلها ويظل البيشنال لابسه اثناء الفترة العلاجية كليتها الى ان يوصل الكمبيت وراها اني بس مجرد اسوي علي ريلاينينج يعني اسوي الريفتنج لهذا الدنشر ويظل نفسه هو الدنشر لابسه البيشنط بينما الانترن او الترانزيشنال او الترانزيشنال يسمونها الاميديات دنشر هذا لا يكون انتقالي اسوي لفترة معينة فقط يعني بنهاية الفترة العلاجية انا اشيله اذبه واسوي واحد جديد تماما يختلف عن هذا اللي انا مسويته يعني هو مؤقت فترة معينة يحافظ لي على الاستاتيك على الفونكشن مات البايشنط يحافظ على المسلز يحافظ على جوريليشن يحافظ على كل شيء موجود لفترة معينة الى ان يصير عندي بعدين وراها انا اسوي واحد جديد للمريض ماتي اذا اريد اسوي مقارنة ما بين الديفينيتف والترانزيشنال ال سي اي دي والاي اي دي بالنسبة للديفينيتف اللي هو النهائي هذا راح يربسه البايشنط فور لونك تير يعني الفترة طويلة لكن الترانزيشنال فور شورت تير يوز اول يعني قلنا خلال فترة علاجية فقط اذا انا مسويت للديفينيتف بعد انتهاء الخطة العلاجية ماتي راح يصير عندي راح نفسه هو دنشار ماتي اسوي الى ريلاينيق ويستمر عليه لكن الترانزيشنال الاني قلنا راح اسوي الى واحد ثاني جديد باستاتيك باستاتيك الموجوده بالكومبليت دنشار ستبقى نفسه ما راح تتغير الاسنان ما راح تتغير لونها ما راح تتغير شكلها نفس الدنشار اللعب مالتيوين بالدنشار بايز مجرد اسوي عليها ريلاينيق لكن الترانزيشنال الاني راح يختلف راح يساوي دنشار جديد كامل باستاتيك جديدة باستاتيك جديدة يعني بكل شي جديد مو نفس الاساتيك القديمة بنهاية الخطة العلاجية ابل ديفينتف راح يصر عنده دنشار واحد اما ابل ترانزيشنال راح يصر عنده اثنين دنشارين موجودين عنده ممكن حتى يحتفظ بالدنشار الثاني كسبير دنشار صحيح هو نوت فت محتاج لريلاينيق لكن في فور اني ريزن ممكن يرجع يلبسه كفترة انتقالية الى ان يصالح ولا الدنشار ماته اذا انكسر او صار عنده فت مشكلة بي يكون يكون للمريض اللي هو عنده لازم يعني يحتاج خطة علاجية طويلة الامل يحتاج هواية شغلات اسويها مثلا يحتاج سيرجاري هواية يحتاج برو دنتال ثيرابيك راونات اسويلي برج لازم احضره بالاوبوسيت ارش يعني يحتاج اكثر من خطة علاجية واحدة ابل انترم هذا اني احتاجه لمن البيشنت اكثر الحالات اكثر استعمالاته فقد اسنان كاملة بارتش والارتش المعاكس اليه يكون اه فبهاي الحالة اني اسوي الانترم كومبليت دنتر بالارتش اللي هو كومبليت دنترس وبعدين اسوي اكمل اروح للارتش اللي هو كومبليت دنترس اكمل كل الخطة العلاجية اللي بي الريستوريشن الكراونات البرجات وبعدين على اساس اللي راح اسويها اضبطها بالارتش راح اضبط على اساس كومبليت دنتر جديد بالارتش المعاكس اليه اسوي له واحد ثاني ويعني اهمل ذاك الموجود عندي تقسيمه ثاني للامليت دنتر حسب نوع الريستوريشن اقول علي هذا امليت كومبليت دنتر امليت بارشيال دنتر او امليت اوفور دنتر حسب عدد الاسنان اللي باقي عنده حسب الديزاين مات الفلانج مات البرشيال امات الدنتر اقدر اقسمها الى نوعين فلانج تايب وفلانج الستايب فلانج تايب يعني اكو بي فلانج مثل عندي بالصورة اي و بي اقو فلانج سواء كانت كومبليت فلانج المهم استل عندي فلانج النوع الثاني اللي هو فلانج او يسمونه open faced او close fit هذا ما بي اي فلانج انتيريار للاسنان راح تكون قاعدة على الرج مباشرة اذا اردت ساوي مقارنة بين النوع اللي هو فلانج و فلانجلس ابو الفلانج اللي بي فلانج من البداية شون راح يصير الابيرانس بالشكل ماتل فلانج راح تبقى وياي الى النهاية لان الرزوبشن ماتل بون راح يصير بداخله كل شي ما راح يتأثر عندي لكن ابو الفلانجلس اللي ما بي فلانج اول يوم راح لابسه للمريض راح يصير شكله حلو كلش واو لانه لما يبتسم انتيريار لي الميوكوزة ماتل ماتل بريمكزلة هي اللي موجودة يعني ما راح يتغير شي بالاساتيك والاسنان متصلة بيها على الكريست لكن مع الريزوبشن كل ما يزيد الهيلنغ عندي اكثر الريزوبشن راح يصير عندي بالبون اكثر فراح يصير عندي قاب ما بين الدنشر بايز ما بين الميوكوزة فصير أستيكلي فلانج الدنشر اللي بي فلانج كاملة وهذا تكون عندي مطلق الحرية اخلي الاسنان بالمكانات اللي اريدها الارتفيشيال تيث قصدي وان ما اريد اخليها ارتبها واخليها اسوي بها روتيشن اسوي بها روتيشن اسوي بها يستمع اخليها على الكريست اسوي شوية بروكليشن لانه عندي فلانج تسمح لي بهذا الشي اما ابو اللي اللي ما عنده فلانج هذا اني مجبارة انه اخلي الاسنان بمكانات الاكستراكتد سايد ماتس التيث وان اكو توث مقلوع اخلي بمكانه ارتفيشيال توث بعدين فاذا كانت هذي اوت اوف دير يعني صايرة طالعة شوية بكلي او راجعة لينجولي او بها روتيشن شوية لازم نفس الالايمنت مات الارتفيش مات الناتشرال تيث اللي كانت موجودة قبلها بالنسبة للأبر من اجي اني اسوي لي بيه فلانج كاملة فالبوردر سيل ماته افضل يعني رتنش للدنتر احسن اللوردنتر نهائي يعني ما اسوي اوبن فايس لانه هو بدون شي بول رتنشن يغطي لي مساحة سطحية قليلة فداعما ال اوبن فايس من احتاجه بالضرورة فقط بالأبر اسوي مو دائما اسوي وبالأبر و باللور مثل ما قلنا انه انت اسوي يهو رح يكون عندي الفلانج الفلانج لس الابر اقول لك لا الفلانج اكبر اه سوري اقوى يعني احتمالياتي يصير ميدلاين فركتشر اكثر بمنو باللي بي كومبليت فلانج لو ما بي طبعا الفلانج لس هو يكون ويكر واحتمالية الميدلاين فركتشر يكون بيه اقل فبالبوينت اوف ستريث الفلانج يكون عندي افضل زيان احنا متفقين كله تنورة فترة رح يصير عندي ريزوبشن بالبون يعني شنو اني راح احتاج اسوي ريلاينينج فالابو الفلانج تايب لما اخلي ريلاينج ماتيريال بيه ما راح تباين طبعا اغلب الريلاينج يتغير لون هوية الوقت الاستيكمالاتها محلوة او الكمبليت الفلانج راح يصير الماده بالداخل ما يباين من عندها اي شيء اضافة الى انه بالاصل وجود الفلانج لما تكون عندك فلانج موجودة الريلاينج اسهل اسهل بهواية من الحالات اللي هي ما بيها فلانج زين من الناحية الافضل بالنسبة للكلوت محافظة على سايت اوف اكستراكشن على السوكت ياهو الافضل الافضل عندي ابو الفلانج لانه راح يحيط السوكت احاطة تامة يحافظ لي على الكلوت تماما راح يصير الفلانج موجودة راح تجي لينجوالي ولا يبيالي تحيط السوكت بصورة تامة فتحافظ عليه افضل من ال اوبن فايز اللي راح تكون جيها من عنده مو محاطة بأكريلك بعد طول فترة البايشنت انه لابس الاميديا دينتشر شكل الهيلنج شكل الرج نفس هشنون راح يكون ابو ال اوبن فايز بعدين وراء كم شهر من النزع الاميديا دينتشر راح يشوف الرج الشكل مالتها صاير سكالوب شايب هيش الهيلنج مالتها اما مغطى بصورة تامة راح تكون الرجمات افلات اكثر والبون رزوبشن حتى يكون بها اقل زين انت البايشنت ماتك لما اجيت و سويت له اوبن فايز فا احنا يعني اكيد احنا مضطرين ما نقدر نسوي فلانج كاملة انتيريالي اكو اندر اكو تيث و اكو اندر كاتل طريت سويتها ال اوبن فايز البيشنت راح يتعود على البسهيتش دينتشر بعدين لما نتخلص الفترة العلاجية اجي اريد اساوي راحة الاسنان يعني راحة الاندر كاتل اللي اياها ممكن نسوي روتايشن يعني اقدر اسوي واحد او فل فلانج بس بهاي الحالة المريض متعود على دينتشر ما بي فلانج فاش راح يصير اول ما يلبس الدينتشر راح يقول لك المريض هذا ثقيل هذا احسه كلشي كبير احس حرقي مليون احس شفتي مدفوعة لانه هو اصلا متعود على واحد ما بي فلانج فتقبل الدينتشر بعدين الادابتيشن والاكسبتنس لنو دينتشر راح يكون ديفيكالت انتهي النقطة عاشرا النقطة عاشرا هي تتصب لصالح الفلانج يقول لك لمن اكو اندركت كبيرة انتيريار لي الشكل المورفولوجي ما تترج هو بها اندركت يعني بعدين الانسيرشن والادابتيشن ما انت الفل دينتشر ما الفل فلانج انت ما تقدر اسويها بهاي المنطقة الا اسوي سيرجيكال كورركشن لمن يكون البايشن كورترا اندكيشن انه اسوي لسيرجري فالحل الافضل انه نتجاوز هاي الاندركت نسويها افلانجلس دينتشر بصلنا للإكسسي بايشن 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 لازم نوضح له نشرح له كل شي من البداية لازم تقول له انه الفتنس مال هاذا الدينتشر مو مثل الكمبيت دينتشر النهائي اللي انت راح تلبسه ممكن يحتاج ابطنة ابتشو ممكن استعملو ايا الدينتشر حتى يطيني ريتينشن اقول احتمال يصير عندك دسكم فورت البين مات الاكستراكشن انت عندك هناك مناطق يصير بها سورنس احتمال عندك نتيجة انه البست اميديا دينتشر راح يصير عندك دسكم فورت اول اسابيع اول اسبوع بالانسيرشن الاستاتيك ماتي ما قدر اتنبع بيها لانه اني ما عندي خطوة لتراي ان قلنا دائما هذي من المهمه انه مابي هالخطوة فممكن البعضين الاسبوع اكو عوامل ايضا ما قدر اتنبع بيها مثل تنبع بها إلا بيشنت يلبس الدنشار ويجربه بنفسه بعد مرور 24 ساعة ينزع الدنشار ماته وراء 24 ساعة لكن المفروض الطبيب أني أشيل الدنشار ماتي وأعلمه عليها إذا كان قبل 24 ساعة ممكن بعد مرح يقدر يلبسه إلا يعبر ثلاثة يام أو أربعة يلا يقدر يلبسه لأنه رح يصير عندي مكان الإكستركشن فما رح يقدر يلبس الدنشار هو فالمفروض أقول لأنت خلال هاي الأربعة وشرين بيوم اللي ألبسك يا أقل على الأسنان وألبسك الكمبيل الدنشار ممنوع تشيل الدنشار ماتك تجيني ثاني يوم أنا اللي أشيله لأنه السابورتينج تشوز ماتي رح يصير بها الريزوبشن رح تتغير ومعدل واتجاه الريزوبشن أني ما قدر أتنبئ بيه فالدنشار مات البيشنت ممكن يقعد عنده سنة كاملة أو سنة إلى سنتين بدون ما يحتاج ريلانينج ويبقى حلو وفت عنده وممكن لأ خلال ستة أشهر يصير عنده الريزوبشن مات البون قوي زين ويحتاج النوب ريلانينج أسوي له يعني اعتماد على عدد الأسنان اللي كانت موجودة واللي راح تنقلع زين أجي على الدياغنوستيك ستيب الخطوات ماتي شون راح أبدي شون راح أسوي الدياغنوستيس أول شيء أنا أجي أشيك الأورال هايجين مات الباشنت لازم أوصل المريض إلى حالة قد أورال هايجين مجرد قبل ما أبدي بالخطة العلاجية ماتي ثاني أجي أشوف السيستيميك كونديشن مات الباشنت ماتة إذا أشوفه الجنرال هيرث تسمح لي ملتبل إكستركشن بالسايت هذا أو احتمالية أنه أحتاج بها سيرجيكال كورركشن بعض زين أسويها إذا حالت الصحية ما تسمح لي لا ما أسويها يعني الأفضل أنه يصير عندي كونسلتيشن ويا الفيزيشن مرت هذا البيشنت الدينتال هيستري كامل لازم أنا ما أخذتها ومسجلتها بالكيس شيت أجي أشوف البريدنتال كندشن مات الأسنان الباقية أقيم حالة الأسنان أقيم الموابض اتيمالتها أشوف البوكيتس أقيسة الويشن هاي كلها احتمال تأثر علي عندي وقت السيرجيكال ستيب في حالة السيرجيري شون يعني؟ يعني البايشنت اللي عنده سيفير بريودنتال ديزيز راح نلقى عنده صار عنده رزابشن بالبون بجهر راح ممكن نلقى بصمة جمع عنده وبريابيكال ليجن موجودات زين؟ فهذه تحتاج أسوي الهاتف أثناء السيرجيري زين؟ أثناء بعد ما أقل على الأسنان أجي أسوي سيرجيكال كورركشن للبون حتى أضمن أنه بعد الهيلنج راح يكون عندي البون ماتي لشكل الرجع أدله وفرم الميوكوزة فوقها حالة البرودانشيوم ماتي البايشنت عامل مهم جدا يعني ممكن هي تطيق تقدر على أساسها تقيم البون حالة البرودانشيوم راح يصير أجي بعدين أشيك الأسنان حالة الأسنان منه اللي ينفع أسوي فول تشارت منه من ينفع من هالي الأسنان يفيدي بالرتينشن منه أقدر أخلي عليك الأصبات منه أقدر أستعمل أعتمد عليك أشوف إذا أكو صوفت أو هارت تشو كورركشن أسجلها بالتشارت عندي المفروضة أسوي التعديلات هنانا إذا عند مثلا فرينا الأتاشمنت عندها لازم أسوي لها لوزنينج أو ديبنينج للأتاشمنت أكو فوجيها من البون لازم أسوي لها ريدكشن كلها آنهاي أسجلها بعد ما أكون يعني مسوي أفاليويشن شامل للأسنان اللي موجودة أجي راديوغرافيكال إكزامينايشن مهم عندي أخذ الراديوغرافي اللي فيدني لأكثر الحالات الأو بي جي لأنه جرنا نظر سيرفي للأرش نيناتهم أبرو لور بسينجل إميج فيلم واحد أجي أجي على شكل الأسنان الموجودة الحجم مالتها الشكل اللون مالتها أسجلها يا أمي وأتناقش مع البيشنت حسب على الأسنان ماتة اللي موجودات على الالاينمنت مالتها ممكن البيشنت يريد نفس شكل الأسنان نفس لونها نفس حجمها نفس المالبوزيشن اللي موجود بيها ممكن يكون عنده دايستيمة موجودة ويردي يحافظ عليها أني أسويها نفس ما هي إضافة إلى أنه أقعداني أنطي رأيي بالاقتراح أقترح عليه الامبروفمنت اللي أقدر أسويه وبكل الأحوال أي بريماتور كونتاكت عاني لازم أواخرى لأنه تأثر لي على الجو ريليشن أشوف يعني ممكن تأثر ممكن تأثر على الكروزل البلين الأوفر جت وأوفر بايت كلها هاي العامل الآن أحاول أضبطها حسب الريكوايرمنت مالت البايشنت حسب الدنتشر كومبلي الدنتشر وشم يحتاج من عندي الكروزل البلين عامل مهم عندي لما أردا سوي دنتشر الكروزل البلين عامل مهم لأنه قد يكون سبب فقداني أو سبب قلعي للأسنان أنه هي مأثرة على الكروزل هارمونيوات الأسنان يعني ما لها أي أمل ماكو بأي مجال أعدل الكروزل البلين بوجود هذا السن فأضطر أنه أقلع هذا السن أيضا ممكن لها علاقة بالسنتريك وبالvertecal dimension كلها ممكن تأثر عليها فذلك هي قلنا احنا الكروزل البلين عامل مهم عندي المكان الليب لين هاي الليب لين واللو الليب لين مهم يساعدني على مستوى الكروزل البلين عشون أحددها عشون أحدد مكان الأسنان والأنقليشن مات الأسنان لما يكون أكو انفلميشن موجود بالسوفت تشوب الهارد ماذا يعني مثلا المريض عنده برابيكال ريجين عنده قرانيولاما عنده سيست بهاي الحالة يعني بباري عندي متنبئة بردكت فالتايم معين الباشنت يصير عنده هيلنغ لكن بسبب وجود هذه الانفلميشن التايم رح يصير انفردكتابل ما قدراني أتنبئ ايش وقت رح يصير هيلنغ إذا كنت مقدرة مثلا عنده ثلاث أشهر يصير كومبليت هيلنغ هذا ممكن يصير أكثر الوقت ماته ممكن يصير أربعة خمس أشهر ست أشهر ما أقدر أتنبئ عني شقد رح يحتاج إضافة إلى البروسيس الاتجاه الريزوبشن رح يتغير مو مثل الاتجاه اللي أنا محددت عشان رح يصير فبالتالي الاميديا الدنشار ماتي الفتنس ماته تصير أقل من ممكن رح تتهدد تكون أقل مما بالحالات الاعتيادية إذا كان عنده الفتنس ماتي هذا ممكن يفيدني أستعين به أشوف الجوريليشن اللي موجودة به أختار الأسنان نفس الأسنان اللي قبل كانت عنده إذا بعده ملائمته وبعده الأسنان زيانة أيضا ممكن أستعين به بالأخطاء اللي موجودة به حتى أحاول أنه أعدلها وتلافوها بالدنشار الجديد ماتي الدايغنوستيك كاستمات مهمة مهمة عندي بأغلب حالات الاميديا الدنشار لأنه الآن التريتمنت بلان راح أشتغلها كلها عليها التواصل ويا المريض راح يكون على الكاست ثاني حط الكاستمات المريض وأقعد أشرح لعليه أقول له هذه الأسنان راح أقلع هاي تشي راح أسوي كذا بلانس راح ألبسك إياها أيضا ممكن أنا أحتفظ بها عندي فور فيوتر نيد تعتبر بري اكستركشن ريكورد هذي عندي بعدين أكو فتشانة لازم تنتبهو لها كل الاميديا الدنشار كل بايشنت أنت مقرر تسوي لها اميديا الدنشار لازم تسوي لها جود أورال بروفيلاكسز يعني توصلها إلى جود أورال هايجين تسوي لها سكيلين للأسنان ماتت تقلل الكالكولوس إذن إنه هاي الأسنان انت راح تقلعها بعدين ما تقولوني شعلي هاي الأسنان اللي هوش خلي أقلعها لأ انتقلل البوكيتاه تحاول يعني تحاول التقلل الإنفلميشن اللي موجودة إني مو الخاطر الأسنان خاطر الجنجفة الموجودة خاطر فلودونشيام اللي موجود أحاول أوصله إلى حتى البوست أوبراتف أدي ما تقل عندي لما يكون الإنفكشن ما موجود لما تكون موجودة موجودة جيد وذر إنه هذا البوكيته يحتاج بعض أشياء ثانية غير الـ ممكن يحتاج كراون بريجز فهذه الـ أمشي أمشيها أثناء الخطة العلاجية أثناء ما أدي أسوي أكمل أكمل إحتياجاته شون يحتاج أسوي له زين هس آني باعتبار كملت آني خطوة الـ وجمعت الـ من البايتينت اللي أحتاجها وصلت عندي كاملة عن هذا البايتينت زين أجيب علي إساس الـ اللي آني جمعتها أقعد أخلي ماتي أخلي تريتمنت بلان وأخلي ديسجن للسيرجيكال بروسيجر زين البروسيجر ماتي قد تكون مجرد آني أقلع الأسنان فقط وألبس الدنتر ممكن لا ممكن أحتاج أقلع الأسنان وأسوي الفيلو بلاستي وياها أكمل المنطقة وأرتبها وبعدين ألبس الـ دنتر ماتي زين يعني شنو أنا محاضرة قراري من البداية مو أجيب يوم السيرجيري وأتفاجأ وأقعد أقلع وبعدين أقرر شنو اللي راح أسوي لا أنا من البداية محاضرة هذا حتى محاضرة المحاضرة محاضرة على هذا الأساس يعني أحيانا أنت من تجي مكان الاكستركشن يعني أريد أقلع الأسنان لكن أقف التعديلات بسيطة لازم أسويها شارب بون سايرا انترسيبت البون عالية لازم أسوي فالتعديلات بسيطة عليها زين حتى أسهل على نفسي هذه التعديلات حتى ما أخذ بون أكثر من اللازم أسوي دستركشن وبعدين يصبح عندي مور رز أغرسيف إكستركشن أو مور بون رزوشن هاي المنطقة شا سوي؟ أسوي سيرجيكال سبلنت سيرجيكال سبلنت عبارة عن تشبه الدنشر بايز تشبه يعني ريكورد بايز مصنوعة من الأكريليك الشفاف أنا أجهزها من البداية عندي الستاديكاست أجهز علي هاي السبلنت بانتي بعد ما أنه يرفعون الأسنان من عدها ويسوون شايبينج للبون للرجمات أسوي عليها استنت أجهزها أجيب يوم السيرجيري بعد ما أقلع الأسنان أربس المريض هذه الاستنت فهو الأكريليك شفاف يعني أنا أقدر أشوف الميوكوزة من خلاله من أشوف أكو منطقة ان ضغطت صار لونها على بياض بليتشت إيريا نسميها معناتها هذه المنطقة هذه البون اللي هنا أنا عالي يعني أريد شوية أقل من عنده فراح يصير عندي المكانات أو الأماكن اللي أشيل من عندها من البون أماكن محددة مو عشوائياً أنا أجي أشيل وممكن أشيل هواية من البون فبهاي الحالة المترجمات أو المترجمات راح يكون مو المترجمات وأحياناً أنا أحتاج مو المترجمات أتفاهم ويا على شكل البون ما راح يصير قبل ما أبدأ بالسيرجي خطوة ماتي شون انا راح ابدي اشتغل الاميديا دنشا اول خطوة عندي هي خطوة الامبرشن نجاح الطبعة يعتمد على نجاحي باختيار نوعي تري على نجاحي باختيار المادة الي راح اخذ بها الطبعة وعادة انا استعمل الالجينيت تعتمد على خبرتي وشون انا راح اتعامل مع هذي الطبعة عشان راح اخذ الطبعة الطريقة اللي اخذ الطبعة بيها اي طريقة اختار احيانا الاسنان تكون كل شلوز يعني هي تشربة بالقوة هي بش شكل موجودة بالماوث وكاحتماله انا اخذ الطبعة تطلع الاسنان وياي بالطبعة وصير عنده هواية ناس فممكن انا اسوي فكسيشن لهاي الاسنان حتى اثبتها بمكانها عندي عندي حالات اني الاسنان بها حركة اه يعني ممكن واني اخذ الطبعة الاسنان تطلع وياي بالطبعة فاني ما اريدها اني اريد اقلع او سنيا من عندها هالا تطلع وياي بالطبعة وصير عنده هواية ناس انا ما اريدها تطلع وياي بالطبعة فش اساوي اقدر ممكن استعمل لبركنت ميديوم على الاسنان ابسط شي عندي الفازالين اخلي على السن ممكن اسويها فكسيشن على الاسنان الادجيسنت اثبتها عليها اخلي مودلينج واكس بين ذول الاسنان اثنيناتهم بالمنطقة اللي تحت الكونتاكت بوينت يعني منطقة الاندركات اريا المنطقة اللي هي داير ما داير النيك اوف ذا تيث يعني شكو اندركات متى التوث اسد هاني بالواكس بينها وبين الاسنان بينه وبين السن المجاور اليه بحيث لما اجي اخذ الامبرشن الامبرشن المتيرا لما تدخل بالاندركات وتقرع السن وياها لما اطلع الامبرشن من البيشن ماث واذا كانت الاسنان مفردة يعني ما كو بصفها سن ثاني حتى اثبتها عليها ممكن اجيب الكابرباند لهاي حلقة النحاسية لوز مو كلش تايت على السن لا لوز اخليها على السن واخذ الامبرشن بحيث هي بس اللي تطلع وياي من اخذ الطبعة السن ما يطلع وياي بالنسبة للبرايماري امبرشن اختار الترايماتي المناسب سوى كان بلاستيك او متال مو مهم واتفر طبعة ما تكون طبعة عادية الترايماتي لازم يوصل as much as possible بالفستبيول ممكن اعدل الاكستنشن ماته بالواكس استعمل شيت واكس لازم يغطي للتراوم والارباد اريا باللاور ارش و بالابر لازم يغطي لله ميلار نوتش لازم عندي اناف سبيس ما بين الدنتشار و ما بين الميوكوزة ما اقول لك جيب واحد اوور سايز كلش وبالتالي تستعمل امبرشن متيريال لهواية و سوى ديستورشن للتوش لا اريد حجم يكون معقول و مثل ما قلنا نستعمل الشيت واكس على مدل اكستنشن مالتها قدر الامكان اخلي اكستندد على كل اللي تشو كوفر يعني المنطقة اللي هي بعدين الدنتشار بايز راح تغطيها امبرشن مت الميكس مالتها لازم حلو ما بيها فويد وفل اكستنشن مهم جدا مثل ما قلناها تطلع الطبعة حلوة عندي اجي اصبها اي نوع من الجبسون برودكت مو مهم عندي يطلع عندي الستاديكاست الستاديكاست اللي راح اسوي علي الاسبيشالي تراي اللي اخذ بياني بعدين الفاينال امبرشن بالنسبة الفاينال امبرشن الدزاين والتكنيك اللي راح استعملها دزاين عادية كوهوية طرق اقدر اخذ بيها الفاينال امبرشن من اسهل الطرق الى اصعب طرق اني اقررها ناني الباء Выход قدراتك يا اسنان اللي موجود عند الاسنان حسب kneadomoy climatic 呀 عدد Williamega وعند عدة الاسنان المكان الاسنان اللي الموجودت عند الاسنان حالة الاسنان و الدزا دости موجودة النوعπический مهنث الفائنس القrios فchwاننا ف startups أقدر أسوي الخبرة اللي عندي الـ artistic ability اللي أقدر أستعملها أتفنن بيها بأخذ الطبعة للمريض الطبعة الحلوة اللي أريدها آني هي الطبعة تكون مضبوطة إلى درجة أنه يعني تنطيني accuracy بالـ denture بالـ fitting بالـ mat denture تقلل عندي المنتيننس face as much as possible يعني طبعة مضبوطة قدر الإمكان عندي single full arch custom tray technique هذة الطريقة أستعملها بكل حالات الـ interim immediate denture يعني أي interim immediate denture أنا أسويلي بـ single arch technique custom tray technique وممكن بعض الـ immediate denture اللي أقصد عليها الـ interim الـ interim أنا دائما أستعمله هذة الطريقة وممكن أيضا أستعمل هوية الـ conventional نستعمل هنا من الـ patient يكون عنده فقط anterior teeth باقية أو حتى anterior posterior teeth ممكن نستعمل هوية ننسى الـ special tray عادي من cold cure acrylic الكاست ماتي موجود أحضره أخلي طبقة أو طبقتين من الشمع على الأسنان الباقية تشتغلي كـ spacer والـ extension mat لازم يكون أقل من الـ vestibular 2 mm الأكرالي القصدي بنسوي فيصر عندي spaced special tray أتشاكها بالـ patient mouth أسوي لـ border molding بـ tracing compound بالطريقة العادية حسب الـ conventional method matel complete denture ونأخذ عندي final impression نأخذها بالـ irreversible hydro collide ممكن بالـ silicon poly sulfide الـ rubber base أو الـ poly ether زيان وبعدين رح توصل مرحلة من يصر عندك experience عالية كلش تقدر تاخذها بمادة يعني بنفس الوقت بـ zinc oxide eugenol و الـ alginate بنفس التري على مود يصر عندك maximum accuracy تحصلها من الرجوة من details mat الرجوة للأسنان الطريقة الثانية هي sectional impression technique يعني split impression tray ممكن ينقسم استعملها دائما ويا الـ conventional immediate denture ما استعملها ويا الـ interim واستعملها دائما لما تكون عندي الأسنان فقط anterior يعني identulous posterior area وأحتاج أن الأسنان الـ anterior تنقلع كلها مرة واحدة وتتعوض immediate denture الطريقة عبارة عن أنه أسوي طريات اثنين على كاست واحد طري للـ posterior للمنطقة الـ posterior يعني وطري ثاني للمنطقة الـ anterior يتصلون مع بعض بهم index بحيث أقدر أوصلهم مع بعضهم الطري الـ anterior راح أخذ به شكل الأنتوميات الأسنان الموجودة ويا الـ vestibule الـ anterior الجزء الـ posterior راح أخذ بالـ final impression الجزء الـ posterior كـ complete denture عادي أسوي لها border molding وأخذ final impression بالـ zinc oxide بالـ polyvinyl بالـ siloxane بالـ poly sulfide بالـ poly ether بالـ whatever material التي تأخذ بها الإمبرشن معتك والفكرة بهذه الـ two part أو two sectioned ray أنه أنت برا ما كملت الإمبرشن معت الـ posterior تخليها بالـ patient mouth لا تطلعها تجيب الجزء الـ anterior بواسطة الـ alginate تأخذ الإمبرشن أو ممكن حتى الـ rubber base تأخذ الإمبرشن للـ upper part الأسنان مع التلتيث أطلعهم كـ one piece من الـ patient mouth أو two piece من الـ patient mouth يضرعون وبعدين إحنا قلنا حاطين بها index ممكن أقدر يعني حتى outside the patient mouth أقدر أسوري assembly للـ two sections يعني أطلعهم الجزءين كل جزء واحد أطلعه أسحب الـ anterior أول بعدين posterior outside the patient mouth أرجع أجمعهم مع بعضهم وأصبهم أطلع عندي الماستر كاست لكنه لازم أنت تدير بالك الـ reassembly ماتك يصير مضبوط يعني تجمعهم outside the patient mouth بطريقة نفس قعدتهم بالpatient mouth وتدير بالك هماتين وأنت تساوي pouring وأنت تصب الإمبرشن ما تكون ميتحركون تظلون ثابتين فالأفضل أساوي لها بيدينج و واكسيج حتى البوريغ ماتك يطلع عندك مضبوط أكفض موديفكيشن للطريقة الأبوث هو أنه نسوي الـ special tray فقط على الجزء اللي هو الدينجولس الـ posterior area وأساوي لها border molding وأخذ بها final impression وأخليها بالpatient mouth بعدين أجيب stock tray عادي بلاستيك أو مثل perforated وأخذ طبعة كاملة للpatient وهو لابس ذاكة يعني ما أشيل الـ impression للرجل free-end رج مات الpatient أبقيها وهو لابسها أخذ بالالجينيت فلما أطلع الإمبرشن من الpatient mouth رح يأخذ دي تطلع عندي طبعة للأسناء الانتيريار بما اتصلة بها طبعة الزينكو اكسايد باستيريار ورح أعرض لكم فيديو بسيط على السكشن لا ترى حتى الفكرة تظل ببالكم وتوصل لكم أسرع وهذا هو الفيديو عندي مشوفوا هذا اللي دا شوفونا بالصورة هنا إحنا سوى علينا خلينا علي الطبقة من الواكس كـ يعني كـ خلينا الزينكو على الأسنان 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 وجزء البوستيريار خلينا علي كـ سبيسر شوفو شكل هذا الترايماتي على جزء البوستيريار هذا أكريليك عبارة عن أكريليك عادي وشورتر 2 مل أجي خلي علي طبقة فوزالين لأنه راح يسوي الجزء الثاني من الدنشر على الأنتيريار لحتى ما يلتصق الأكريلي كوية فخلي علي فوزالين وسوى جزء دنشر ثاني للجزء الأنتيريار فصار لذلك اسمه sectional tray زين على الجزء الأنتيريار هاي وسوى بهذا الاكستنشن ده شوفونا على البلت هذا يعتبر كإندكس إليا بالإنسيرشن بالبيشن حتى قاعدة تصير صحيحة يقفل ويا الدنشر ويا الجزء الأول من الترايم وحتى وفاستيلتات الشغل اللي إيش راح يسوي راح يخلي لها هندل انتيريار لي على مدل سهولة أخذ الطبعة سوى بها فأنا الطبعة ماتي بالبداية أخذ جزء البوستيريار اللي هو هذا أسوي لبوردر مولدينج بالبيشنت ماؤث وأخذ بفاينال امبرشن مثل ما قلنا وأوقي بالبيشنت ماؤث نفسه أجيب الجزء الأمامي هذا سوى له هندل أسوي ميكس ألجينيت وأخذ امبرشن وهو لابس ذاك الجزء الخلفي ما أطلع من البيشنت ماؤث أخذ الطبعة للجزء الأمامي بالالجينيت أطلعهم من البيشنت ماؤث راح يطلعون عندي او أنا أصلا من أطلع جزء الانتيريار راح يطلع واحدة بعدين أطلع جزء البوستيريار هماتي انا واحدة وأوتسايد البيشنت ماؤث أسويهم أجمعهم مع بعض وأصبهم تطلع عندي حتى الطبعة ماتي نرجع للمحاضرة ورها كملت طبعة ماتي أنا أجي أصبها قبل ما أصبها متفقين لازم أسوي الخطوة المهمة اللي هي البيدينج والواكسينج وكنا نعرف يعني شنو بيدينج والواكسينج للإمبرشن ماتي وحتى أكون أنا كونزيرفاتف بالمواد ماتي ما أبذر حتى تكون الصبة عندي صحيحة والكات الصحيح أسوي البوكسينج الشيت واكس اللي أنا استعمل البوكسينج واكس أفر أسوي داير مداير الإمبرشن ماتي ممكن ما يصير بي أدهيجن حلو على الأوجينيت فالأفضل إنه تخلي البيدينج واكس الشريط البيدينج واكس بعدين بوكسينج واكس أرتب هزي أصب الترايماتي أصب الستون أنتظرا إلى أن يصير ست وأطلع بالطريقة العادية أجي أخذ الكاست اللي طلعت آني أشتغل أسوي علي البايترم بايترم آني داعم أحتاج أسوي بايترم؟ لا إذا عنده عدد كافي من الأسنان ماكو داعي تسوي انت بايترم عنده أسنان كافية منعدها أقدر أسوي يعني الوريينتيشن للكاستات واحد وهي الثاني فماكو داعي تسوي انت البيت بهاي الحالة وهي أكثر شي أشوفه بالانترم اميديا دانتشارز لكن إذا كانت عدد الأسنان الباقية قليلة ما تكفيني كماكو عندي فتقايد شون أنا قاعد الكاستات واحد على الثاني؟ لا بهاي الحالة أنا أسوي بايترم أحضرها وهاي بأغلب حالات لازم أنا أسويها قبل ما أسوي الريكورد بايز ماتي أجي أنتبه على الكاست أدور أكو مكانات بها تشو أندركت أسدها بالواكس أي أندركت بين الأسنان أسدها بالواكس أرتب الكاست ماتي بعدين أخلي عليه سبريتنج ميديوم وخلي الأكريليك عالية أسوي ريكورد بايز بالصورة العادية ريكورد بايز على المكارات اللي ما بيها أسنان على فقط ورا ما يصير سبريت الأكريليك أشيلها أفنشها صارت عندي ريكورد جاهزة أجي بعدين مرحلة الواكس رم أجهزها أخلي الواكس على المناطق اللي هي ارتفاع الواكس ماتي قد الارتفاع ماته ممكن أعتمد على أن مثل الريتروم والارباد أريا أعتمد عليها الأسنان مو دائما أقدر أعتمد عليها أخلي الارتفاع البيترموية الأسنان لأنه sometimes الأسنان صار بها over-eruption sometimes صار بها drafting إذا الأسنان حلوة وبوزيشن مالتها صحيح وما بها الـ over-eruption أقدران يعتمد عليها أخلي البيترم الواكس ماتي الارتفاع نفس الارتفاع الأسنان الريكورد بايز الاكستيشن مالتها أضبط شي أضبط عمين أضبط عاني والقياسات المضبوطة كلينيكالي انترا أورا لأشيكها حتى أغيس الارتفاعات اللي بيها ألبس الهيال البايشنط أبدأ أحدد عليها الليبلاين هاي الليبلاين واللوليبلاين أحددهن على الليبس ماتي البايشنط آآ يعني تكون أسهل إلي بعديا لما أريد أساوي الموديفكيشن والشي لأنه القايد إلي الكاست ماتي اللي مرسوم علي كل شي ذاتو عندي البيترم أجي أخذ الجو ريليشن ماتي البايشنط جو ريليشن شنو عندي عندي لدي ثاني الهيالي بحثة دي لن يعني نفس خطوات الكونوذي شنو عندي أخذ هاي الليبسي العادي نفس الشي هميني أسوي لهذه الهياليشن بنسمى للVertical ديمانشن شنو اضبطه إذا الليبس ماتي ستل عندي ستل عمسي أجياء امسي ثاني يوقفون الاطباقه مادت المند مادت الفك لما البيشنت يخفل اذا اجي اجي اذا عندي هذا الاستوبرات انا اعتمد على هذا البرتكال دايمنشن بس لازم اتأكد من عنده بالبداية انه مضبوط يعني مو هو عنده بوستيريار استوبر بوستيريار لي اكو اسنان بها استوبر وعنده طب يعني فيرتكال دايمنشن موجود والاسنان الامامية صارت ديب بايت وان اعتمد على هذا الديمنشن لا اقيم يحتاج تعديل او لا لكن عموما وجود البوستيريار استوبرز يسهل علي الشغل اسوي الافاليواشن عن البرتكال دايمنشن مات اذا ما موجودة عندي بوستيريار استوبرز لان البيترم راح ارفعها اسويها مثل الكونفنشنال دينتشن واخذ اضبط البرتكال دايمنشن المضبوط اللي يحتاج هذا البيشنت اه لما اني اشوف منيشوف الان ايفن توث لوس مكانات الفقدان الاسنان مو متساوية هنا واحد هنا اثنين اه الاسنان صار بيها ويرينج اه اصنان صار بيها درفتينج الاسنان صار بيها اوفر اربشن صار بيها اكستروجن من اشوف بالاورال كافيت ياكو هيك منظر قدامي معناتها البرتكال دايمنشن انت ماتك حي على الصلاة يحتاج سعديل اضبطت البرتكال دايمنشن احدد الميد لاين مات البايشنت احدد الكالاين لاين احدد الاسمايل لاين اضبط الالتريقاس لاين والادابتيشن اضبطها استعمل فيسبوح حتى انقل الريليشن على الارتوكليتر انقل البرتكال والهورزن تالريليشن للارتوكليتر واصب الكاستات ماتي اساوي مونتينج على الارتوكليتر اختار انواع الاسنان الارتفيشيال تيث حسب البراميتر اللي موجودة عندي انا اعرفها بالتيث سيلكشن حسب الاسنان اللي باقية عندها ممكن استعيد بالشيب والسايز مالتها زين واتكلمنا عن هذا الموضوع سابقا كملت اني كملت كل شي سوات الارانجمنت اوف تيث وصلت الى مرحلة تراي ان المرحلة تراي ان اكو حالات اقدر اساوي بها تراي ان حالات ما اقدر اني اساوي بها اصطل يبقى انه لازم ان تساوي patient visit حتى confirm للمونتينج اللي موجودة قدامك في حالات كان عند البيشنت posterior missing teeth ممكن استاوي تراي ان للباستيريار تيث يعني تخلي التكنيشن ميرتب لك انتيريار تيث فقط posterior سابيها تراي ان تشوف جو ريليشن ماتك مضبوطة مضبوط 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 تشوف البوزيشن مات الاسنان السبورت مضبوط مضبوط تشيكتها طلعت مضبوط مضبوط وديتها البيشنت اللي ترجعت هالالتكنيشن يرجع لك setting anterior teeth اذا كان عنده missing يعني anterior teeth ممكن احنا نحدد يعني fed landmarks نشيكتها بهذه الاستب ممكن نشوفها ممكن نسوي تراي انتيريار تيث او حتى ممكن نفسها الماوتينج اجي ااني اشيكها اشوف المدلاين اللي مسويليات technician نفس المكان اللي انتشنت محددته بخطوة diagnostic step ولا المفروض يكون اذا صار تعديل اذا حدد عدلت انت على مكان المدلاين لازم تحضل روحك تشرح للمريض وتقول لها السبب انت الوجه غيرت المدلين معتها هذي بالنسبة الوكروزل بلين اكو مرات تجيك عند البيشينت ما متساوية اثنان صار بها اكتروجين اثنان اوفر ايرابشن ازيان فهذه انا لازم اعدلها على الكاستات اصلا قبل ما ابدي اسويش شغل ماتي واقدر استعين عن بعض الاناتوميكال لاندوارك مثل انتربيو بلاري لاين وبراليزم والالتريقاس لاين حتى اضبط بها على اساس الوكروزل بلين الكاستاتات ماتي احدد ا erosion اولا اتناقش شويا البيشينت اشغلت كمية الاسنان اللي رح تكون فيزيبل لمن هو السميل وكامل الكامل اللي رح تكون فيزيبل اشوف انا الكاستات ماتي على الماونتد كاست اشوف اكمناطق احتاج اسوى بيها الافيولو بلاس تي الافيولو بلاستي لأشغل الافيولو بلاستي للاباشنت او change بالالاينمت ماتي التيث فأنا أحط الكاستادي قدامي وأقعد أتناقش بهذا الموضوع ويا البيشنت أأشر المكان وأشوف آني شن اللي راح أسوي بيشنت اللي عنده دايستامر، روتايتد تيث، فد مشاكل بالأوفر بايت يعني أي ناتشرال فارييشن موجودة عنده هاي أنا أتناقش ويا بيها لأنه أكو بيشنت يريدون الابتسامة مولاتهم لتكون بيرفكت يعني ما حاببين ابتسامتهم السابقة قسم لا، يريدون يبقونها على السابق النتشرال لك ماتة يريد نفسها تبقى عنده حسب رأيي بهذه الطريقة ما حد راح يلاحظ أنه صار اختلاف أنه هو لابس دانشا راح يطلع دوري آني هناك يعني الخبرة ماتة كلها راح أطال لحها خصوصا لمن المريض يريد يعبدل تغييرات بشكل الأساني اللي موجود عنده فإذا كانت هذه التغييرات متتعارض مع الأستهاتيك مع الفنكشن البرنسبل أنا هذي أقدر أسويها عد ذلك أنا أقعد لازم أشرح للبيشنت وأقنعه واش مدى يصير هذا الشي يصير يعني أخلي البيشنت يحس نفسه اكتف باتخاذ القرار مو كله وراي الحاجي يعني أحسه يخليه يرسبونسبل وياي يكون بها يلفزت هماتين أنا أقعد أسوله في البيشنت أشرح لخطوة الجراحة أشرح أسوي آني التشوت شوز اللي يصير عنده بعد ما أقلع الأسنان الأوديمة ديسكالاريشن اللي راح يصير عنده ويبقى فدات أيام إحساس أنه اللبس ماتة تكون فل حتى بعد ما يقلع الأسنان ماتة بعد ما تروح الأديمة لأنه أكو دينتشار بيز هو ما كان عنده موجودة دينتشار بيز وأتواصل وياي الفيشنت أحاول أجاوب على كل الأسئلة ماتة أخلي كل شي واضح قدامي بنهاية هذه الفيزيت ماتي راح يكون كل اللي موجود قدامي بالكاستات ومقشرة ومحددة الأشياء اللي أنا أحتاج أسوي تعديل عليها مرحلة الكاستات رميج المرحلة أنا راح أبدي أقص الأسنان الموجودة على الكاست ماتة أقص الأرتفاشيال تيث الموجودة الأسنان سوري حتى عوضها بأرتفاشيال تيث القاست ماتة لازم يكون كيرفولي أنا مو بس أجي أقص الأسنان من الكاست لا لازم أقص شوية من الكاست وياها أحاول أخلي الكاست الميوكوزة ماتة الكاست تشبه الميوكوزة الفونديشن تشو فونديشن بعد ما تنقلع الأسنان بالباشنط ماث فأكثر أكو أكثر من طريقة حتى أسوي ترمينغ تعتمد على شنو؟ تعتمد على انه قراري اني اريد اساوي دوبليكيت نفس الاسنان الموجودة هي والالاينمنت مالتها اولا تعتمد على الاسستيك والفنكشن الركورمنت مالتلبيشن وكمية التشو تشينجز اللي اني اتوقعها راح تنتج بعد السيرجيري جقد راح اشيني من البون و جقد راح يصير عندي مسينق بهاي المنطقة عادة الاسنان عادة نقصها بواسطة من شارس غير او بالبير الاسهل انه ديسك بير اه تقص به ممكن الشارب نايف البلاستر نايف او واكس نايف ممكن ايضا تقص بها لعلى الكاست ماتي فتقايد لاين اليه حتى بعدين من اجي اسوي الارتفيشال تيث اخليها الكاست ادي فتقايد وين كان هذا الاسلان موجود مكان هذا السن الانجوليشن مالت هذا السن الانسايزال ليفول مالت هذا السن زيان فتسهل علي الشغل يقول لك اتبع قاعدة الرول اوف ثيرد اه في القايد اوف ترميق يعني تقص ثلث ثلث بالكاست ماتيك ما تقصها كلية مرة واحدة اتبع قاعدة الرول اوف ثيرد هذا هو عبارة عن ستبس الستب الاولى انه انه انت قصيت الكراون شلت كل الكراون اوف تتوث احنا من نقلع ما رح نقلع بس الكراون رح نقلع الرول اوف تقص من عندها شوية تدخل بالسوكت ماتة مليم واحد تدخل شوية بالواكس نايف ماتك بعدين رح اجي باللنجول سايد ماتي وانزل هذا البفل اقصويا ستب فور انزل البفل ماتي ازايده مننا هاي الزاوية اقصها اساوي بفل حتى عند تقريبا راوند انجل الصير عمدي بعدين ابدي بالجهة الثانية هماتينا اساوي لها راونديشن وبالنهاية الخطوة السادسة رح تشوفون الشكل النهائي للرجل شون رح يكون راوند بعد ما بدينا اول شي بالكراون شلنا الكراون بعدين نزلنا شوية مليم بالسوكت بعدين جينا اللينجولي سوينا بفل منها صارت عندي زاوية جيت سويت راونديشن للزاوية الموجودة هنا بعدين الخطوة اللي وراها سوينا بفل للزاوية الخارجية اللي هي بقى لي بعدين سوينا راونديشن لهذه الزاوية فالاند ريزولت راح تكون راوند للرجل الاراوند الجايدلاين اللي تحددها انت حاول تخليها دائما اللي تعتمد عليها بالبليتال سايد لانه اقل رزوبشن يصر عندي بالبليتال سايد الكاستي تريميق ماتك ممكن او الافضل انت تسوي بنفس الوقت ويا تتيث ارانجمنت يعني شنو يعني تقص التوث بنفس الطريقة الميكانيزي من اللي شرحناها هسه وبنفس الوقت تخلي الارانجمنت تسوي الارانجمنت بالتيث وياها حتى الظن عندك ميموري تظل تتذكر شون السن موجود مكان السن تظل تندل وين موجود ولازم ما اساوي اي تشينجز او تريميق على الاناتوميكال لاند ماركس اللي هي اسنشيال بالسيتنج اوف تيث مثل بابيلا والفرينام هذي ما يصر اساوي لها تريميق قاني على الكاست هذي الظل موجودة ثابتة بمكانها جهزت قاني الكاست ماتي شلت الاسنان اجي اساوي علي سيرجيكال قايد والسيرجيكال قايد او السيرجيكال سيبلينت هو عبارة عن نفس الدنشر بايز مات الاميديا الدنشر مصنوعة من الاكريليك الشفاف اصير قايد اليه خلال السيرجيكال شيبينج مثل الالفيولار بون الافيولار بروسسس شبكت احتاجها احتاجها لما يكون عندي الافيولار كوركشن after tooth extraction احاول انا اساوي اقص من الالفيولار بون لما احتاج رجج كري كونتورينج لما احتاج الانترسبت البون اقصة او multiple teeth extraction اساوي هذا القايد اليه الطريقة انه اساوي duplication للكاست مو الكاست نفسه اساوي علي ترمينج الكاست راح اساوي علي هاني الاميديا الدنشر فاساوي ديبليكيشن لهذا الكاست اخذ للكاست نفسه اخذ طبعه بالالجينيت واصبها يصير عندي كاست ثاني اسمه ديبليكايت كاست اساوي علي التمبلت مات الاكريليك اكريليك شفاف باي طريقة هي تكيور لاي تكيور فاكيوم سبرينكل ان مثو اي الوي سوات الكلير اساوي اللي هو كلير اكريليك بايز الفائدة مالتا انه اصير قايد الي خلال السرجيري حتى ما اقصاني بون اكثر من اللازم البسها للبيشنت بعد ما اقلع الاسنان كملت القلع اجيب هذه السبلينت او القايد اخليه على الرجمات والغضب ايدي راح اصير عندي مكانات بيضة لانه شفاف الميوكوزة ترانسلوسنت راح اشوفها خلالها فالمكانات اللي تنضغط من الميوكوزة يصير لونها ابيض معناتها هاي برجر ايريه البوني الي هنا يحتاج لتعديل فبهاي الطريقة مثل ما ذكرناها قبل شويه راح يصير السرجيري ماتي موجهة ما راح اخذ بون اكثر من اللازم شون فادتني بهاي الحالة فادتني انه الاجيسمنت تايم مورا ما البسه البايشنت قلعت وكملت وبمكان ما اقدر اقعد اعدل على الاميديا دنتشر حتى يلائم البايشنت لاني معدلته يعني معدلته حسب القايد الي السرجيكال قايد عرفت وين اكم يعني وكان اضغط عدلت البون مات البايشنت فالانسيرشن يكون اريح للبايشنت ارجع للكاست ماتي انا محضرة عليه الدنتشر بايز مات الاميديا الدنتشر اجي اسوي المفروض علي اسنان المفروض اني اسارت بالاسنان فوقها فالارنجمت ماتي التيث ماتي تعتمد على اذا كانت الالاينمنت ماتي الاسنان للبايشنت موجودة زينة واستاتيكتي اكسبتابول واني اريد بس مجرد اسوي دوبليكيشن للمكان وشكل هذي الاسنان اما اذا كانت تحتاج تشينجز بالمكان مالتها بالالاينمنت بالترتيب مالتها حتى احتاج الاساتيك لا هاي راح يكون عندي يعني الشغل اكثر فعندي طريقتي انا عموما بالترتيب الاسنان اول ش kitty انا انا اسوي label index اجهز label index ماتي Siegel labial surface مات الاسنان علي الكست مات اخلي بعدها قص يعني جهزت الإندكس قبل ما قص الاسنان قصيت الاسنان رجعت الاندكس ماتي خليتها علي الكست وخليت artificial teeth علي الاندكس اللي انا مجهزته اذوب الشمع واسوي يعني اوصل اخلي الاسنان وبين الكاست اللي مساويات لترميق امليه بالواكس فبهاي الحالة انا خليت نفس المورفولوجي واللوكيشن مات الاسنان خليتها بالاميديا دنشار اللي انا مجهزته الطريقة الثانية لا اجعل اسنان اوخرهم واحد واحد اوخر سن من الكاست واثبتها على الكاست اخلي بالشمع اجي اقص السن الثاني بصفة يكون قايد الي السن اللي بصفة اقص السن الثاني اجيب الارتفيشيال توث اخليه واثبتها على الكاست بالشمع وهكذا الى ان اكمل الترميق مال كل الاسنان زيان هذه الطريقة يسمونها الالترناتف مثل ممكن ما تشيل سن واحد واحد ممكن لا كوارتر كوارتر ربع ربع من الفيك جهة جهة من الفيك اشيلها واعتمد على الجهة الثانية بالمال حتى اسوي ستينج للاسنان على اساسها زيان فبس اتصور انه طريقة تسن واحد واحد من الشيلة وانخلي اسهل عندنا من كوارتر كوارتر كملت ترتيب كل الاسنان اللي اريدها حسب اي وحدة من الطريقتين اللي فاتت اللي ممكن استعملها ممكن اني استسل هالطريقة لكن ما اقدر استعملها عدد الاسنان يكون قليل فانواي اي طريقة استعملتها سوات ستينج اوف تيث صار عندي كاست و يعني اللي هو ترمت كاست وفوقاء اسنان متصلات به بالواكس اجعل الواكسينج وفلاسكينج بشكل الفلانجز مات الدنتشر اذا اردى سوي بها الفستونج وهاي الشيب وهاي السوار وكلها ارتبها زيان بعدين ادخلها فلاسك حتى الشامع كل تيتعوض بالاكريليك يطلع عندي دنتشر كامل افنشة واجهزة واعقم سويا هو ويا السبلنت اللي انا مجهزتهم يعني اسلم ابو المختبر يسلم لي اثنين هو ميليا الدنتشر كامل وياها السبلنت واثنين احضرهم اني اليوم العملية زين اجي بالانسيرشن يوم الانسيرشن ماتي بيوم العملية اقعد البيشنت ماتي فحص مبدئي اخاف صار عندي فد تشينجز بالأورال كافيتي اخاف سن انكسر سن وقع اتعور بمنطقة شيء المهم نسوي اقزامينايشن قبل ما ابدي انطل الانستيزية ابدي اقلع الاسنان اقلع الاسنان ماتي طبعا القلع ماتي لازم يكون دائما احافظ على الابيال بلايت وما اشيل اي شيء اي بون ولو مليم واحد بدون السيرجيكال قايد اخلي السيرجيكال قايد او السيبلنت اضغطها هو ترانسلوسنت قلنا نشوف البيانش ايريا منطقة لي صايرة بيضة بمعناتها براجر ايريا واساوي لها ريليف اتأكدت انه الدنتشر بيز ماتي او كيفت اجي البس الدنتشر للبيشنت اشيك شنو هسا انا بشيكة الادابتاشن على الميوكوز بشيكتها اشيك الوفر اكستنشن خاف بيصير بالفلانج اشيك الرليف مات الفلانج موجودة لولا اشيك خاف عند بريماتور كونتاكت للأسنان اه اشيكت هذي الأسنان اشوف مرات احتاج اخلي تشو كونديشنر للدنتشر ماتي لكن خلي بالك عن مكان الاكستراكشن ما تخليها فوق مكان الاكستراكشن اذا اجا تشو كونديشنر على سوكت مال ريسنت الاكستراكشن الهيلينج ماتي راح يتأخر قدر الامكان بيوم العملية انت ماتتك حاول مضبط امورك بحيث اقل عدد مرات تنزع وتلبس للبايشنط لانه خلال هذي التلبس وتنزع انت راح يصير عنده تروم للبايشنط وممكن يصير عنده قديمة فحاول انت قدر الامكان مضبط امورك بحيث اقل عدد ممكن من التلبس وتنزع للبايشنط يعني التحريك للدنشر اقل حركات ممكنة ماتي عندي التعليمات اللي انطيها للبايشنط اقول اول 24 ساعة ما تنزع الاميديا تبقى لابسة 24 ساعة تماما ليل نهار تجيني ثاني يوم ورا ما تخلص 24 ساعان يشيل لك ازيان تقول لا سوي جنتل بايتينج برجر يعني عظ بسيط عظة بسيط على لدنشر ماتك حتى شوية يضغط على السوكت حتى يسهلي لفلوتينج نقول لم تأكل اكل قوي هارد فوت لا اخذ يعني healthy soft و healthy food مع كورونا و افضل شربة زيان الاشياء السوائل اللي تشربها ما يصير حار avoid hot drink ونقول لسوي ice pack ما الثلج نخلي اول 24 ساعة 20 دقيقة تخلي على اسنانك 20 دقيقة ترفع من المكان هذا يسهلك انه يقلل inflammation يقلل swelling patient تقول اذا صار عندك pain هذا عادي post operative pain يصير بعد القلع وانت ترى اذا رفعت الدنشر اذا نزعت الدنشر ماتك ما رح يصير relief لل pain فتوقع انه يصير عندك pain بس لازم تضل لابس الدنشر ماتك ممكن انطي antibiotic وانالجيز حتى اخفف عند pain depending على severity matter case وعلى health adjustment اللي هي بعد 24 ساعة ثاني يوم لازم يجيني فاني اللي انزع الهي بيدي بعد 24 ساعة مو هو اللي انزع الهي ابق يمي اسوي check سريع لل التشوز اكون خاف صار عند sore spot خاف over extension بال depth of the vestibular وما ملاحظ من اني اول مرة اذا اكفض occlusal discrepancy عند بيها denture اتوقع انه يكون payful لل patient فاقول لل patient انا بها احتمال اواجع شوية من اشيلة ابوع بالpatient mouth اخاف اكف sore area خصوص المناطق اللي صرب بها بال canine imminence التي و porosity retraum ولا رج هاي المناطق اللي اكو احتمال انه يضغط ها denture اشيك الوكلوج ماتة اخسل denture ماتة ارجع لبس الهي بسرعة بحيث ما اتأخر انه اشيك ال retention ماتة اذا retention يحتاج poor retention اقدر اخلي المتيريال توصل لحد المكان ماتة recent extraction زين انطي موعد للفيزة الثانية اقول لتعالي بعد اسبوع من الجلسة ماتة خلال هذا الاسبوع شن المفروض يسوي هو خلال هذا الاسبوع شراح اقول لي انت خلال هذا الاسبوع لازم تظلى بسليل نهار تنزع اربع او خمس مرات باليوم والافضل تنزع فقط وقت الوجبة تنزع ورما تخلص الوجبة ماتك تتمضمض بمي وملح مي دافئ وملح وتخسل denture وترجع تلبس هذا يبقى عليها الفتعليمات لمدة اسبوع كامل اسبوع او اذا كان اكثر من اسبوع يكمل اكثر اذا الخف عندي باقل من اسبوع ممكن اقل المهم الفرس ورا يبدي بالمضمضة ما يملح ويحاول يرفع denture اربع الى خمس مرات باليوم زيان ويجيني بعد اسبوع انا اشيك الامور ماتي بعدين انا راح انطي follow up اول follow up يجيني بعد اسبوع يجيني اشيك الامور اذا كل شي تمام اقول تعالي بعدين الفيزت الثانية حسب حالة بعد اربع الى ست اشهر او تعالي بعد اربع اشهر بعد تعالي بست اشهر وهكذا يعني انطي جدول الريكول فيزت خلال هاي الفترة ممكن يستعمل الدنتر الادهيسيف حتى يساعد بالروتينشن اكثر ريلايني ممكن يكون ضروري على حسن الاسستي كميانة والأكلوجين كوركشن اعدلها البريودك ريكول يجيني دائما حتى اغير اللاينر هدان استعملت نسوفت لائنر لازم اخلي ريلايني على طول يعني اقول لها ورا شهر او شهرين تعتمد على معدل البون ريزوبشن على قابلية البيشنت على انه يحافظ على اللاينر مات اللي نحاطيت على مدى اهتمام البيشنت زيان راح تبين عندي من اول فيزت يعني اول لونغ فيزت يجيني بها البيشنت راح اقدر اقدر طول الفترة الثانية اللي راح يجيني بها حتى اسوي للريلاينين الثاني والتعديلات الثانية على الدنشر